اشتركوا في القناة ولكنها انتهت بالفاجعة ملعب ليم الوطني المباراة المشؤومة في الرابع والعشرين من مايو من عام الف وتسعمائة واربعة وستين حدثت كارثة من اكثر الكوارث عددا لضحاياها حيث وصل عدد الذين لقوا مصرعهم ثلاثمائة وثمانية وعشرين فردا في المباراة التي جمعت بين منتخبي البيرو والارجنتين بالتصفيات النهائية المؤهلة لأولمبياد توكيو اندلعت الكارثة في ملعب العاصمة البيروفية ليما والتي انطلقت شرارتها قبل ستة دقائق من نهاية المباراة عندما رفض الحكم احتساب هدف التعادل لمنتخب الدولة المضيفة فاثار الجماهير ونزل فيكتور فاسكيز وهو احد زعماء العصابات المحلية الى ارض الملعب للاحتجاج على قرار الحكم حاول فاسكيز مهاجمة الحكم مما اثار اعجاب الجمهور البيروفي وصفق له وسرعان من ضم اليه مشجع اخر اسمه جيرمان كونيكا ثم تركت الجماهير المدرجات ونزلت الى ارض الملعب للاحتجاج على ما اعتبرته ظلما بحق منتخبها اشتبكت الشرطة مع الجماهير واستخدمت العصية والكلاب والغاز المسيلة للدموع في محاولة لضبط الامن داخل الملعب ولقي القبض على جيرمان كونيكا بينما لاذ فيكتور فاسكيز بالفرار مستغلا الفوضى العارمة وانشغال قوات الامن بمهاجمة المشجعين اخرج لاعب الفريقين بسرعة الى غرف تغيير الملابس وسرعان ما تحول الملعب الى ساحة معركة بين الجمهور ورجال الشرطة الذين استخدموا القوة لاحتواء الشغب داخل الاستاذ لكن محاولاتهم ذهبت ادراج الرياح فقد بدأ المشجعون بالقاء الحجارة على قوات الامن واندلعت النار داخل الملعب عمت الفوضى والهلع في الملعب وحاول المئات الهرب من سحب الغاز المسيل للدموع التي غطت الملعب قال رئيس الشرطة خورخي ازامبويا عن ذلك لاحقا لقد امرت باطلاق الغاز المسيل للدموع على المدرجات لكنني لم اتخيل وخامة العواقب تفاقم الوضع عندما اغلقت الشرطة بوابات الخروج لمنع خروج الجماهير الذين حاولوا المغادرة على امل عودة الهدوء الى الملعب مما تسبب بحدوث زحام وتدافع مميت توفي عدد كبير من المشجعين نتيجة حالات اختناق ونزيف داخلية ومن سخرية القدر ان المشاغبين الذين اشتبكوا مع الشرطة على ارض الملعب نجوا من الموت وقتلت الحشود الغاضب اثنين من رجال الشرطة خلص التحقيق الى ان حصيلة القتلى كانت اكثر من 328 لقي معظمهم حطفه بنيران رجال الشرطة وبعد ذلك تم دفنهم في مقبرة جماعية داخل مدينة كالاو التابعة اداريا للعاصمة لما ولم تشارك البيرو في اي منافسات اولمبية كروية منذ ذلك الحين كارثة ملعب هيسل في 29 مايو من عام 1985 احد الايام السوداء في تاريخ كرة القدامة وقعت حادثة مؤلمة راح ضحيتها 39 شخصا لقوا حطفهم واصيب اكثر من 600 شخص الحادثة وقعت قبل ساعة تقريبا من بداية نهائي دور ابطال اوروبا بين ليفربول الانجليزي ويوفينتوس الايطالية وذلك على ملعب هيسل بالعاصمة البلجيكية بروكسل المباراة المنتظرة دائما بين مشجعي كرة القدم في جميع انحاء العالم كتبت ذكرى مؤلمة في تاريخ اللعبة فاجعة عرفت بالساعة الاسوأ في تاريخ منافسات كرة القدم الاوروبية بدأت المشاكل بتوافد جماهير يوفينتوس وليفربول على الملعب اعداد كبيرة وعلى بعد ياردات بينهما كان يفصلهما فقط سور حديدي مع التواجد القليل من رجال الشرطة وصل التوتر بين المشجعين حد تبادل باطلاق الحجارة التي تحصل عليها الجماهير من الاسمنت المتهالك في مدرجات الملعب العنف يزداد والاجواء تصبح مخيفة انفجر الملعب جماهير ليفربول تخترق السياج الحديدي وتجداز رجال الشرطة وتندفع نحو جماهير يوفينتوس التراشق بالحجارة يتحول الى قتال شوارع جماهير يوفينتوس تهرب نحو الجدار العلوي للملعب الضغط يزداد والجماهير تصرخ طالبة للنجدة والشرطة والشرطة لا تستطيع السيطرة على الاجواء الآن يقع المحظور جدار الملعب ينهار جراء ضغط الجماهير المتراكمة والنتيجة مفرقة تسعة وثلاثين شخصا الحياة معظمهم من جماهير يوفينتوس مع جرح ستمائة شخص اخر بعدها قرر المسؤولون بالحكومة البلجيكية استنافى المباراة خوفا من وقوع اي احداث اخرى حتى وقتنا هذا المحرضون على العنف والسبب الرئيسي في هذه الفاجعة غير معروفين وذلك حسب التقارير التي خرجت من الشرطة البلجيكية الامر الذي استغلته بعض وسائل الاعلام الانجليزية لتطلق على ليفربول لقب الضحية في مؤامرة دموية كانت هناك اتهامات واضحة ضد الجماهير الانجليزية حيث اكد جونتر شنايدر مراقب المباراة ان جماهير ليفربول هي السبب الرئيسي في هذه الفاجعة وانهم هم المسؤولون فقط عما حدث عكس الحكومة البلجيكية والحكم الذي صدر من احد كبار القضاة في البلاد السيدة مارينا كوبيتيرز التي رفضت القاء الاتهامات على الجماهير الانجليزية فقط واتهمت ايضا الشرطة البلجيكية والقائمين على تنظيم المباراة بالتقصير وسوء التصرف الذي ادى الى مقتل تسعة وثلاثين شخصا لتصبح التهمة الوحيدة في هذه القضية هي تهمة القتل غير المتعمدة وفي اكتوبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين بدأت المحاكمة وتم توجيه اتهام بشكل رسمي لكل من البرت روسينس رئيس الاتحاد البلجيكي بالاهمال والتلاعب في عمليات بيع تذاكر المباراة وايضا للشرطي يوهان ماي وزميله مايكل كانسر الذان كلفا وقتها بحماية الملعب وفي شهر ابريل من عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين حكمت المحكمة على اربعة عشر شخصا من الجماهير الانجليزية باستجن لمدة ثلاث سنوات والسماح لهم بقضاء مدة العقوبة في لندن الامر الذي اغضب بعض السلطات البلجيكية التي استأنفت على الحكم وصدر حكم جديد بحبس احد عشر شخصا من الجماهير الانجليزية لمدة خمس سنوات وتم ايقاف تنفيذ الحكم على الاخرين ادت الكارثة الى ايقاف الاندية الانجليزية من المشاركة في البطولات الاوروبية لمدة عامين واجاءت العقوبة اكثر قصوة على ليفربول العملاق الانجليزي الذي تم ايقافه لمدة خمسة اعوام تغير خلالها الكثير والكثير من الاشياء وقعت الفاجعة في عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين وتغيب الريدز عن التتويج باللقب لمدة عشرين عاما حريق ملعب برادفورد في الحادي عشر من مايو من عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين لم يتخيل مشجع فريق برادفورد سيتي ان ليلتهم السعيدة ستنتهي بكارثة من اسوأ الكوارث في تاريخ كرة القدم وان ملعبهم ستتحول مدرجاته الى كتلة من الفحم امام اعين ناجين منهم احتضن استاد فالي براد مواجهة برادفورد سيتي مع ضيفه لينكولين سيتي وحضر اكثر من احد عشر الف متفرج الا ان شيئا مرعبا حدث قبل خمسة دقائق فقط من نهاية شوط المباراة الاول جلس احد المشجعين يدخن سيجارته مستمتعا بالمواجهة الا ان ستة وخمسين شخصا دفعوا حياتهم ثمنا لاستهتاره بعدما القى السيجارة على ارض المدرج الخشبية محاولا اطفاءها بحذائه لكنها تدحرجت لتسقط اسفل المدرجات من خلال ثقب صغير خلال دقيقة واحدة بدأ الدخان يظهر حاول الرجل سريعا بمساعدة نجله اخماد مصدر الدخان عن طريق سكب القهوة من خلال الثقب الذي كان مصدرا للدخان لكن يبدو ان اوان اخماد الكارثة قد فات خلال اقل من دقيقة اخرى زاد الدخان وبدأت السنة اللهب بالظهور لم يشعر اي من لاعبي الفريقين وكذلك حكم المباراة بشيء غير معتاد المباراة مستمرة بكل هدوء وتشير نتيجتها الى التعادل لكن بعض متابعي اللقاء لاحظوا ان ارضية المدرجات تزداد سخونة تحت اقدامهم لينتبهوا الى ان الامر خطير للغاية فبدأ الهرجو يسيطر على المدرجات ليعلن الحكم نورمان جلوفر على الفور باقاف اللقاء في الدقيقة الثانية والاربعين امرت الشرطة باخلاء المدرجات لكن سرعة انتشار النيراني كانت اكبر مما توقع اي شخص قال غيفري ميتشيل احد مشاهدين مواجهة من المدرجات النيران كانت تنتشر مثل البرق لم اشاهد مثل هذا المشهد في حياتي الدخان خلال دقائق اصبح كثيفا جدا بالكاد كان يمكنك ان تتنفس هرب البعض الى داخل الملعب لكن النيران حاصرت الالاف داخل المدرجات كانت جميع المنافذ وبوابات الخروج مغلقة خلف المدرجات تسبب التكوين الخشبي للمدرجات القديمة في سرعة كبيرة لانتشار النيران لتلتهم السقف والاعمدة في دقائق وهو ما زاد من صعوبة هرب كبار السن والاطفال الذين مثلوا السواد الاعظم لضحايا تلك الفاجعة مات 56 شخصا في كارثة فالي باراد بينهم 54 مشجعا لبراد فورد واثنين من مشجعي لينكولين واصيب 265 باصابات تنوعتما بين حروق واختناق تفاصيل الحادثة كانت مؤلمة مات اثنان من كبار السن على مقعديهما وسقط ثلاثة من الضحايا اثناء محاولتهم الهروب اكثر من نصف الضحايا كانوا فوق السبعين او تحت العشرين من العمر بينما بقي الجزء لاهم من الملعب يحمل نصبا تذكاريا باسماء ضحايا واحدة من اسوأ الكوارث في تاريخ الساحرة المستديرة البوابة الثانية عشر عند احدى بوابات ملعب المونومنتل في العاصمة بونس عيرس وادار بين المشجعين تبادل الشتائم والذي تطور لاعتداء الفريقين على بعض وقد تعامل رجال الامن مع الموقف بشكل قاس حيث قاموا باغلاق البوابة رقم اثنى عشر وحبسهم داخل منطقة ضيقة لتتدافع الجماهير الهائجة نحو البوابة المغلقة مسببة الكارثة الاسوأ في تاريخ الكرة الارجنتينية انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون اهداف ولكنه اسفر عن تسجيل مقتال واحد وسبعين مشجعا واصابة نحو مائة وخمسين اخرين من جمهور بوكا جونيورز بسبب تدافع وهو ما جعل تلك الحادثة اسما لاغنية لا تولف بوكا وتشير الى البوابة رقم اثنى عشر بملعب لا مونومنتل والتي كانت سببا في سقوط ضحايا من جانب الجمهور القادم من ملعب لا بومبونيرا كارثة هيلزبرا في الخامس عشر من ابريل من عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين يوم مشؤوم في انجلترا وفي تاريخ كرة القدم وتاريخ اكبر الاندية الاوروبية ليفربول ماذا حدث ولماذا سميت الكارثة باسم هيلزبرا كان موعد مباراة ليفربول ضد نوتينج هامفورست في نصف نهائي كاس الاتحاد الانجليزي والتي قرر اقامتها على ملعب شيفيلد وينزدي او ما يعرف بهيلزبرا الصدمة جاءت باختيار الاتحاد الانجليزي لكرة القدم لملعب شيفيلد وينزدي لاستضافة المباراة الكبيرة بين ليفربول ونوتينج هام الملعب الذي كان لا يتسع لاكثر من خمسة وثلاثين الف متفرجا فقط قبل المباراة كان هناك اعمال صيانة في الطريق المؤدي الى الملعب الامر الذي ادى الى تأخر وصول حوالي ثلاثة الاف من جماهير ليفربول للحاق بالمباراة قبل بدايتها بوقت كافا انطلقت المباراة ولم تمر عليها سوى ثلاثة دقائق لتشتعل ازمة حقيقية اصبحت في النهاية هي الكارثة الاسوأ في تاريخ بريطانيا وكرة القدم كلها الجماهير بدأت تتدافع بسبب الضغط الكبير وفق مبدأ ان الضغط يولد الانفجار هكذا كان المشهد الماساوي في ملعب هيلزبرا الذي راح ضحيته ستة وتسعون مشجعا ليفربوليا واصيب اكثر من سبعمائة وسبعين شخصا الشرطة تحركت بشكل متأخر جدا بقرار فتح السياج الحديدي الذي يحيط بملعب المباراة ويفصل بين المدرب وارض الملعب الامر الذي انقذ بعض الجماهير التي دخلت الى ارضية الملعب بسبب التدافع نجى الكثير ولكن مات ستة وتسعون واصيب سبعمائة وسبعون تحقيقات الكارثة البداية كانت مع تاتشر العجوز الشرير هكذا كان يوصفها جماهيل ليفربول رئيسة الوزراء البريطانية التي هاجمت الريدز بعد ايام قليلة من الحادثة واتهمتهم انهم وراء الحادثة وقالت ان الجماهير تناولت المسكيرات قبل دخولها للملعب بعد الكارثة تم تعيين اللورد بيتر موراي تايلور لتولي مهمة التحقيق في الحادثة وبعدها بحوالي ثلاثين يوما اصدر تايلور تقريرين عن الحادث في بيان رسمية الذان يكد فيهما ان ملعب هيلزبر لم يكن مناسبا لاستضافة المباراة وايضا ادان الشرطة ووصفها بسيئة اعادة فتح التحقيق اهالي الضحايا ونادي وجماهير ليفربول لم يقتنعوا بما قاله السيد تايلور واكتفى به حوالي ثلاثة وعشرين عاما من الضغط لفتح التحقيقات مرة اخرى لسنوات طويلة كان هناك شعارين في ليفربول لن تسير وحدك ابدا والعدالة من اجل الستة والتسعين الاربعاء الثاني عشر من ديسمبر من عام الفين واثنى عشر جاءت اللحظة الحاسمة التي انتظرها جميع المنتمين الى نادي ليفربول واسر الضحايا حيث تم اعلان البراءة بشكل رسميا لجماهير ليفربول في بيان من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي اكد ان جماهير ليفربول ذهبت ضحية الافتراء عليها واعترف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان الشرطة اخفت الحقائق والادلة التي تدينها في كارثة هيلزبرا في جانب افتقاد معايير اختيار الملعب الذي افتقد للسلامة والامان للمشجعين في مباراة كبيرة مثل هذه وصلح ديفيد كاميرون وقتها امام مجلس العموم قائلا اعتذر بشدة بالنيابة عن هذه البلد اقدم اعتذاري الشديد والعميق عن الظلم الذي تعرض له اصار الضحايا كان ظلما مزدوجا جماهير ليفربول لم تكن السبب في الكارثة اصبح الذكرى خالدة في تاريخ ليفربول هذا اليوم الخامس عشر من شهر ابريل من كل عام اصبح جزءا كبيرا من تاريخ ليفربول على الرغم من فجاعة الحدث